حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الهاتف مباشرة في التوابع Canon LBP 351X وهي نفس الخطوات للتوابع LBP 352X وعشان ما اتواجش عليكم يلا بينا نخش في الموضوع على طول اول خطوة بنعملها بتجيب كابل انترنتي كده متوسط بالراوتر او السيرفر وتبدأ تركبه هنا في مدخل النتورك لحد ما تلاحظ اللمة دي انها نورت معناها انها توصلت بالراوتر او السيرفر ثم تيجي عند شاشة التوابع هنا وتختار الاتجاه اللي من كده وننزل على تحت اختيار Network ثم نختار اول اختيار Tcbib Settings ثم نختار اول اختيار IPv4 Settings ثم ننزل تحت شوية كده لحد ما يجدنا اختيار اسمه IP Address Settings ونختار اول اختيار IP Address Settings ستلاحظ ان اي بي الطابع متصفر كده تمام ستعمل ايه سنتفع الطابع من زر التشغيل كده وتنتظر لحد ما تنتفي وبعد كده ترجع تشغيلها مرة تانية كده ولازم تبقى متأكد انك مركب كابل الانترنت وبعد ما عملنا عادة تشغيل للتابعة هنختار الاتجاه اللي من مرة اخرى ونختار Network ثم نختار Tcbib Settings ثم نختار IPv4 ثم ننزل تحت شوية كده ونختار IP Address Setting ثم نختار IP Address حيث ان التابعة اخذت رقم IPv4 بالشكل ده هنالجع خطوة الورا كمان مرة ونطلع فوق عنده Auto IP اهي بالطريقة دي كده هنحولها نخليها اوف بالطريقة دي خطوات واحدة واحدة مع بعض فى يلا بنا اول خطوة هنعملها هنروح الى Play Store اول App Store اللي موجود في Mobile ونكتب في البحث هنا كده كلمة Canon بالانجليز اهي بالطريقة ديت ونعمل Search وننزل تحت شوية كده تمام لحد ما يجلنا اختيار اسمه Canon Print Business نختاره كده ثم نختار تثبيت وننتظر لحد ما البرنامج يثبت معنا وبعد ما البرنامج ثبت معنا هنعمل الفتح كده عادي جدا ثم نختار السماح طبعا حيجي لك كده خطوات روتينية كده Agree, Agree, Alope خطوات روتينية عادي جدا ما فاش اي تعاقدات ثم هتلاقي فوق على الشمال كده علامة التابعة وعليها زائل ضغطة واحدة عليها ثم نختار اول اختيار Auto Search او زي ما انت شايفين ظهرت لنا طبعا بتاعتنا Canon LBB 351 X هنختارها عادي جدا كده ونختار Edit وبكده سبتنا تعريف التابعة على الموبايل طبعا على سبيل المثال يا بوحميد انا عملت Auto Search والطابعة لم يظهرت ليش في الحالة دي لازم ندخل IP الطابعة في الموبايل والخطوات كالتالي هنختار الاتجاه اللي مين كده ثم نختار Network ثم نختار OK ثم TCP IP Sting ثم IP Before Setting ثم ننزل تحت كده شوية لحد ما يجلنا اختيار IP Address Setting اوكي ثم IP Address Setting اهو ده رقم IP اللي انت هتدخله في البرنامج طبعا ازاي ما تقفلش الصفحة دي لحد ما ندخل رقم IP في الموبايل هنعمل نفس الخطوات بالضبط اضافة طابعة ثم نختار منول Search ثاني اختيارك وتبدأ تكتب IP اللي ظهر لك على شاشة الطابعة مع العلم ان هذا IP متغير يعني بيختلف من طابعة لطابعة تانية مش كله IP واحد فاللي ظهر لك على شاشة الطابعة هو اللي يكتب بس وبعد ما كتبنا IP هنختار اوكي اهي الطبع زيارتنا فوق اهي هنختارها عادي جدا ونختار Edit طب دلوقتي ازاي نطبعه الموضوع بسيط جدا هنقفل الصفحة بتاع كانون دي ليش محتاجانا في اي حاجة خالص ونفتح اي ملف انت مبعوت لك وعلى سبيل المثال انا هنحطبع دلوقتي ملف PDF مبعوت لك اللي هو مرحبا بك كده وخطوات الطبع سهلة جدا هنعمل مشاركة او Share ثم نختار ارسال نسخة ثم بنبدأ نبحث على برنامج كانون اللي هنزلناها اهوط ثم بنختار Print وزي ما نرى اللام دي نورت معناه انها اخذت امر من الموبايل اهي الملف كان فيه خمس اوراق زي ما نرى طبعنا الخمس الاوراق بكل سهولة طب على سبيل المثال الملف ده فيه اكتر من ورقة وعاوز استخدم خاصية الطبع على الوجهين اوتوماتيك هنعمل ليه هنختار مشاركة او Share ثم نختار ارسال نسخة ثم نختار برنامج كانون ولو انت تكيت على Print ستطبع على طول بدون تختار خاصية الطبع على الوجهين فوق كلمة كانون فيه A4 One Cubes Print Range Old ضغطة واحدة عليه سنختار سابع اختيار Two Sided وطول ما هي معمولة One Sided فهي ستطبع الأوراق ورقة ورقة لكن الاختيارين اللي موجودين تحت One Sided اللي هي Two Sided Long Edge وTwo Sided Short Edge الاختيارات دي خاصة بالطبع على الوجهين فانا هنختار اي اختيار فيهم مناسب ليه وعلى عسب المثال اخترت كده ثم نلجح خطة الورقة ثم نختار Print كما ترى الطابعة اخد امره من الموبايل وقال لاتباعة وقوم بانتفي معناه ان الامر يخدس او كما ترى طبعه الورقة على الوجهين كما ترى الورقة على الوجهين تمام وهذه الثاني ورقة على الوجهين الموضوع سهلي كده فيه هنا وظيفتين موجودين في الموبايل ممتازين جدا هتقدر تتوفر في الحبر والورقة طب ايه هم الاختيارين ذلك تعالوا نشوفوا مع بعض هنمسك الملف اللي فيه اكتر من ورقة هنعمل مشاركة او شير نختار ارسال نسخة نختار برنامي كانون نأتي في الاعدادات هنا نختارها عادي جدا فوق كلمة الاختيار الاب الأخير اللي مكتوب عليه two on one طول ما هو مفاعل كده يبقى انت موقف الوظيفة ده ومجرد انك تضغط عليها كده ومتنسى نلغي التباعة على الوجهين ونرجع خلط الورقة ثم كمان مرة ثم وزي ما نرى اللامة نورة بص كده يحصل الورقة A4 انقسمت على ورقتين يعني ده حجم A5 وده حجمها A5 اتحولت في ورقة A4 يعني صغرناها ووفرنا في الحبر والورقة ونفتحها كأنها ملزمة وكتاب تستخدم الخاصية دي على الوجهين يعني بدل ما يظهر لك الورق كده ورق ورق لأ الورق تستخدمه فتعالوا نعرفوا مع بعض الخطوة دي هنختار نفس الملف كده ونعمل مشاركة أو شير ارسال نسخة برنامج كانون ونخش في الاعادات هنا وتتأكد انك مفاعل two on one والاختيار بتاعوان صيد ده اللي هو الوش والدهر نختاره كده ونختار الاختيار اللي تحته كده نرجع خطر وراء كمان واحدة ثم print كما ترونه ورقة A4 وتحولت لورقة A4 وعلى الوجه نهاية ورقة A4 يعني اربع اوراق تحولوا في ورقة واحدة A4 الموضوع سهل نرجع كل الاختيارات تبقى مثل الاول يعني تتبع ورقة ورقة واختيار two on one نرجعه مثل الاول هنعمل مشاركة أو شير كده عادي جدا إرسال نسخة برنامج كانون الاعادات بدايتنا الاختيار اللاب الأخير هنخليه اوف كده وال two side نخلي one side فيه اختيار حلو جدا لو انت حبيت تخلي الطابعة اسرع بنختار select color اللي هو فوق two side ده وبنتخلي B&W كده هتطبع اسرع شوية تمام؟ وفيه ناس دلوقتي تقول لك انا عايز اطبع من ورقة الكزا للورقة الكزا يعني من ورقة الخامسة مثلا للورقة العشرين مثلا مش هتطبع الملف كله من اول حامل ايه؟ الاختيار الرابع مكتوب عليه print range all ضغطة واحدة عليه طول ما هو معمول all هيتطبع ملف بالكامل لكن لو انت اخترت تاني اختيار هيتطبع لك الاختيار ده الاختيار بتاع الفريس دوت يبقى من الورقة الكامل اختار مثلا مت تانية كده ان الملف ده خمس اوراق واللصت ده للورقة الكامل فانا عايزة مثلا للورقة الرابعة اهو خلصت خلاص بتعمل اوكي خطت الورقة كمان واحدة ثم بتختار print طب على سبيل المثال عندي صورة موجودة في الستوديو او البوم الهاتف وعاوز اطبعها هتطبعها هي نفس الخطار بالزبط مشاركة برنامج كانون ثم نختار print وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى ان نلأعجبكم اتمنى ان الموضوع نلأعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السلام من القناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته